اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام متابعي قناة الايام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسيم واني كرار حباب واصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لاحظ يروح بعيد اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام متابعي قناة الايام الفضائية في فقرة فيس تو فيس حيث الاخبار والمواضح والاحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية طبعا رجعنا بعد غياب طويل شهر رمضان المبارك وايضا عيد الفطر المبارك كل عام وانتوا بخير وعاد الله عليكم بالافراح والمسرات وايضا الله يتقبل طاعاتكم وصيامكم بصراحة يعني فاتتنا هواي ترندات واحداث خلال فترة الايقاف يعني تعرفون ماكو احنا من اطلع بشهر رمضان فهواي اكو احداث وترندات وكوناس اخذت راحته وكوناس سوت احداث واحنا ما علقنا عليها بس وين ترحون يعني بالنهاية انا موجود وخلقي طويل كلش يعني شا تسوون انا مراكم يا حدث يصير انا تلقوني يمنا يا موضوع يعني كل المواضع نحكي بيها سواء ايجابية سلبية اي ترند يصير احنا لازم نجيبه هنا انا بالقناة فشوية كانت عطلة عدنا قلال شهر رمضان وشام واحد براحته قام يصرح وشام واحد براحته يسوي لفد سالفي سواء انت ارحون من عدنا فوقاكم فوقاكم طبعا مشاهدين الكرام ما ريد اطيل عليكم مثل ما تعرفون يعني فقرة فيس تو فيس بها مواضيع واحداث دائما ما نتناولها ونتناول ايضا اهراءكم وتعليقاتكم من خلال البحث عنها وعرضها للسادة المشاهدين ولكم ايضا موضوعنا الاول بهذه الفقرة هو موضوع يعني دائما ما كنت اود الحديث به بسبب انه كنا نشوفه بالافلام بالمسلسلات بالقصص القصص اللي يروها انه اهلنا او المقربين القصص اللي كنا نعتبرها خيالية بس هي بالفعل موجودة وماشاء الله يعني هذا الموضوع يعني انا اريد اشكر القائمين عليه جدا اكو رقابة شديدة بهذا الموضوع او موضوع الاطفال الحديثي الولادة احيانا يحاول البعض انه يسرق او ايبيع طفل حديث الولادة القائل قبض احنا مثل ما قلنا قبل شنا نقول السالفة تمت نقول القائل قبض على رجال واثنين نسوان رجال واثنين نسوان النسوان شنو امرأتين احد وحده من عدهن تشتغل صيدلانية يعني شهادة عليا عدهن والثانية قابلة مأذونة يعني هم عدها شهادة طبية معموم يعني ما تجي تصير قابلة مأذونة من فراغ لازم عدها شهادة ايضا القائل قبض على ذول الاتلافة الرجل والامرأتين بسبب محاولة بيعهما لطفلة حديثة الولادة هذا موضوع كان ايضا ترنت في مواقع التواصل الاجتماعي في الايام اللي مضت ايام ما بعد عيد الفطر المبارك الحمد لله من تم القائل قبض عليهم واشكر الناس اللي اتراقب واللي تسهر على هذا الموضوع يعني مثلا مرات بالمستشفيات نشوف بالخدج نشوف بالردهات اللي بيها اطفال حديثي الولادة نشوف اكون رقابة شديدة على هذا الموضوع فاحنا دائما ما نقول لازم انه العين تبقى ما ترمش ابد زين لانه هذا موضوع مهم نفس الوقت تجينا اخبار طبيبة ايضا صيدلانية اهم مساوية لها عصاب ومدرهية من تمي العصابة وهم تسرق ايضا تسرق اطفال هم حديثي الولادة زين هم انتشار هيتش موضوع بل كتتطلح يا نفسها صيدلانية واللي هي نفسها يعني تشتغل نتمنى انه تكون نفسها او اذا مو هي فنتمنى من القوات الامنية يلقاء القبض علي هذه الصيدلانية وليش اتشهاد تيش محترما وانسانية قبل لا تكون علمية انسانية قبل لا تكون علمية الفلوس معقوله يشتعمي ما اعرف زين وين القسم اللي تقسمون وين اليمين وين الامور اللي تخلوها نصب اعينكم امام رب العالمين وامام الناس زين انت شون اللي راح تستفيديه من سرقة طفل وبيعة ما انت بشهادتش الصيدلانية تقدرين تشتغلين لو تاجريها لو تفتحين صيدليات باسمك وتشتغلين والله يرزقك من اوسع ابوابه زين واكو حلم من الرزق الحلال لح الاتنامين رغد اتوكلين جهالك حلال اتوكلين نفسك حلال اكو حلم او بالك مرتاح بالنهاية شنو الداعي اللي هي شمواضية ما المفروض ما تطلع من عندك تطلع من ناس عصابات بس هيك عيون يعني ما يمليها الا التراب فلوس الدنيا كلها ما تمليها فلذلك احنا نطلب من نقابة الصيادة لو ايضا وزارة الصحة ونقابة الاطباء ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية على هذا الموضوع تشدد الرقابة على هذا موضوع الاطفال يا ناس اكون اكو عوائل محرومة من الطفل لسنوات شنو ذنبها يجيها طفل وينخطف وينباع شنو ذنبها شكرا لانه القيت القبض على هاي العصابة وايضا نطالبكم بالمزيد واكثر مراقبة على هذا الموضوع خلنشوف الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال الناس حول هذا الموضوع اللي هو مثل ما قلنا ترند قوة امنية مشتركة تلقي القبض على رجل وامرأتين في بغداد اثناء محاولة بيعهم طفلة بعمر ثلاثة ايام ثلاثة ايام بطن عمها بالنهاية يعني مقابل النبع المبلغ ثلاثين مليون دينار عراقي انا اعتقد الصيدلانية اطلع هذا المبلغ يمكن بثلتة شهر والقابلة المأذونة اطلع هذا المبلغ يمكن بشهرين لان ما شاء الله اي واحد اسل الابرة صارت بخمسة الاف دينار خمسة الاف دينار الابرة البيفلاون زي روح علاجه يصر عشرة الاف ايام من المضمد او القابل المأذونة زين او هاي الجروح مدرشين وهاي الحروق و هاي السوال بشهرين ممكن تطيعين ثلاثين مليون هواني متأكد تماما ما ريدا انا ما ريدا ادخل بس ممكن يومي يوميتش انتي القابل المأذونة تصر لها ميتين ثلاثمية تاليف دينار انتي هاي لثلاثين مليون اكيد راح تصير قسمة راح تنقسم عليكم عشر ملايين كل واحد من بينه تلاثة و اي ثلاثين مليون ايش راح تستفيدون ايش راح تستفيدون قلولي مع الاسف لنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع علي يقول لا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم علي عبيس يقول ربي لك الحمد والشكر بعد وين راح يوصل بين الحال اما علي سعد الشبل يقول عاشت اديكم الصيادلة خوشتوا مع هاي صدق خوشتوا مع هاي الصيادلة ما شاء الله الفتى العراقي يقول اريد اروح لجيرونة منين اصعد من النهضة جيرونة اللي فازت على ريال مدريد اعتقد اربعة مو؟ لا ما تصعد لها من النهضة هاي تفيز تفيز للاسبانيا تطير منها من المطار بغداد تروح تنزل بمطار مدريد لو شوف وين ومنها تصعد لك مترو لو قطار المدينة جيرونة قوستكت وتروح للمدينة جيرونة اللي فازوا على ريال اربعة سينت جاب الموضوع على جيرونة احنا وين جاي نحشي وانت يا الفتى العراقي وين جاي تحشي وتعليقك محصل له في منطعش اضحكني اخو يا صدق شديد احنا وين وانت وين الا تنكد على جماعة ريال مدريد الا تنكد المشكلة السانه ما يقدر احشي نحنا مخسرنا بصراحة بس هو الدوري محسوم فالولد قاموا يعني براحتهم يلعبون يعني فارق دعش نقطة شان 15 فالولد قاموا على راحتهم يلعبون يعني يضيع هذا دوري مثل ما تعرفون انحسن محمود يقول الامان يا صاحب الزمان هذا اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوعنا الاول بهذه الفقرة اللي هو موضوع اللي يسرقون الاطفال حديثي الولادة مع الاسف يعني دائما ما يكون هذا الموضوع مهم وحيوي بالمجتمع موضوعنا الثاني في هذه الفقرة فقرة face to face اكو دراسة تقول ش تقول هاي الدراسة تقول الناطقين باللغة العربية الناطقين باللغة العربية ادمغتهم ادمغت الناطقين باللغة العربية مختلفة عن ادمغت الناطقين بلغات اخرى مختلفة الناطقين ادمغت الناطقين باللغة العربية مختلفة عن الباقين وطبعا الموضوع ايجابي مو سلبي فهذا الموضوع شوي يعني واحد يفرح وينتشي من يسمع به موضوع بس خلي نقرب لكم اكتر ونشوفكم الصورة اللي اللي سووها اثناء الدراسة وايضا الفرق ما بين الدماغين الناطق باللغة العربية اللي هو هذا والناطق باللغات الاخرى الليفت والرايت اليمين واليسار وايضا جاي تشوفون الفرق اكو تواصل ما بين ال اليسار واليمين زين شوف يا سبحان الله يعني هو شوف مرات يقلك الجوز معرف شنو يذكي مرات يقلك الجوز يشبه الدماغ فعلا هسا هذا الجوز فعلا يشبه الدماغ هذا الجوز بها القوة ينكسر ماكو اللي ينكسر بتشاكوش فعلا يشبه الدماغ والله شن جمجم والله زين فمثل ما تشوفون هاي الدراسة الدراسة ألمانية سوت هالا الموضوع فعرفت انه اكو شي مختلف يعني احنا مثل ما تعرفون مختلفين عن الباقين يعني تعرفون احنا نحشي اللغة العربية لذلك يكون دماغنا اوسع او يعني فكرنا اعلى دائما يكون والموضوع ميراد لي يعني شرح بس اش عجب ألمانية الدراسة ألمانية لا اش عجب اش عجب هي شي مدحتوا باللغة العربية وبالناطقين باللغة لا اش عجب منكم من الشيطان غير نفتهين فمثل ما تشوفون هذا الفرق ما بين الدماغ الناطق باللغة العربية والدماغ اللي ينطق بلغات أخرى تقول الدراسة علماء بمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في ألمانيا وجدوا بأن ادمغت الناطقين باللغة العربية مختلفة عن الناطقين بلغات أخرى واكتشفوا وجود ارتباط قوي بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر لديهم بسبب العمليات المعقدة التي يجب على العرب معالجتها عند الاستماع للغتهم بعكس اللغة الألمانية التي تحتاج اتصال من نصف الأيسر فقط حسب الدراسة فإن اللغة العربية تحتاج إلى انصات وتركيز كبير للغاية بين المتحدث والمستمع وهذا سبب يجعل أدمغتهم تعمل بطريقة أكثر نشاطاً وتعقيداً من المتحدثين بلغات أخرى كالألمانية مثلاً الفريد إنواند وأنجيلا فريدريسي الباحثون في قسم علم النفس العصبي والقائمون على الدراسة اندهشوا اندهشوا يقول لك اندهشوا بعدهم اندهشوا من النتيجة وسيقومون بعمل أبحاث أكثر على لغات متعددة لاحظة عزيزي المشاهد الدماغ الأيسر والأيمن من نحتيت حاسي يعني السعنة دماغي اليمنة واليسرة جاي يتحرك ودتو كذلك اللي جاي تسمعوني لا احنا بالخدمة يعني الحمد لله وشكر لغة العربية هي لغة القرآن الكريم إنا نزلناها قرآن عربياً الحمد لله وشكر على كل حال دائماً أكبر العلماء بالتاريخ يكونون من العرب أكبر الأطباء يكونون من العرب المهندسيين من العرب منذ القدم الشعراء اللي يجيبون كلام مدر مين ما مين من العرب منذ القدم أيضاً الناس اللي يتفكر الناس اللي اللي دائماً ما يعني يكونون أكثر حيوية وأكثر معطاء أو معطاء أكثر يكون للعلم والتفاصيل الأخرى فهذا هو الفرق ما بين الدماغ الناطق باللغة العربية والدماغ اللي ينطق بلغات أخرى يكون النشاط أكثر ما بين الأيمن والأيسر بالحديث وأيضاً المستمع اللي يستمع للحديث لا احنا بالخدمة عنه صديق تحشون شديد احنا بالخدمة خليشوف تعليقات الناس حول هذه الدراسة ماذا كانت يا عزيزي المشاهد يقول كرار اتعلمتوا هواي لغات مالقية مثل العربية لا تدل الكرورة حبيبي احنا بالخدمة أم كرار اليوم شنو كله كرار يقول لغة القرآن هذه رفع الله لواها لغة أهل الجنة إنها لغة الضاد وما أجملها من لغة يا عخي اليوم كله حسب الفخر محمد يقول سبحانك ربي على هالنعمة بس ما حد مقدرها احنا دماغتنا تشتغل هي قوة ماتي ماتي واحد و تسعين يقول والله أنا سويت بحثي بهالموضوع وعرفت بي قبل سنين يعني ما تعابر دول الباحثين الألمان عمي شنو احنا صديق تحشون شذيب سوي قبلكم وباحث وانتوا هس يلا وصلتولي ونقولكم الادمغة تختلف يعني هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع الدراسة الألمانية اللي تحدثت عن وجود فوارق بين أدمغة الناطقين باللغة العربية والناطقين بلغات أخرى كالالمانية مثلا اللي هو موضوع يعني يشعر الشخص بالفخر الحمد لله والشكر موضوعنا الثالث في فقرة فيستو فيس اللي يجب أن نتحدث به بشكل موسع وهنا نطرح تساؤلات عديدة من خلال هذا الموضوع التساؤلات اللي راح نطرحها أتمنى أن يتم الإجابة عليها من قبلكم رجل دين مسيحي في كينيا كينيا هذا شنو؟ خل مجموعة من الناس بالحكي والزان للعليهم قالهم صوموا حتى تموتون حتى ترحوا للجنة ولقاء اليسوع عيسى بن مريم الموضوع البعض اعتبرت شيء بسيط يوم يومين وانتهي على أن الموضوع صارت رند وحالات الوفاة صارت أكبر أول بداية سبعة واربعين شخص بعدين وصل إلى تسعة وثمانين شخص فارقة والحياة بسبب كلام هذا رجل الدين للناس اللي يتبعوا يقولهم صوموا حتى تموتون حتى تدخلون للجنة للقاء اليسوع اليسوع ويكتلك يا محفوظ السلامة تسعة وثمانين شخص بكينية لازم أنه نحنا نحكي بهذا الموضوع لازم هنا العقل يشتغل أكثر زين هو ليش ما يصوم مثلكم؟ ليش هم ما يصومه؟ هو يروح يلتقي معنا مثلاً ليش ما يصوم؟ فالموضوع أخذ منحنة آخر وأصبح أكثر تعقيداً لدرجة أنه كينية جاءت تفقد أشخاص بسبب هذا الموضوع وصل عدد الوفيات إلى تسعة وثمانين شخص شينو صوموا حتى تموتوا حتى تدخلوا الجنة للقاء اليسوع هذا موضوع معقد جداً والحديث بهذا الموضوع يطول ويطول شرحه أيضاً وأنا مو بدور أنه أنطيكم مثلاً فد نصيحة بهذا الموضوع أو فد كلام بس اللي أقوله أنه رب العالمين أنعم علينا بعقل بدماغ اللي كنا نتحدث بها قبل قليل أفية النفس حرام تصوم وتأكل حتى تموت حرام وماك أحد يقتل نفسه ويدخل الجنة هذا اللي نعرفه إحنا من زمان بس بعيداً عن نقول نحن دائماً الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله وشكر ربه على نعمة الإسلام مذهبنا وديننا بس ما أكو أمور لازم أنه إحنا نحكي بيها هذا الموضوع صار ترند تداوله كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبعض كان كلامه قاسي البعض الآخر كان كلامه أنهم ممكن ما يمتلكون عقل ممكن هذا غواهم ممكن سحرهم ممكن ممكن بس يا عمي لازم من نشوفي كمواضية نتحدث بيها إنواعي الناس أكثر ترى ما كويت شي كلاوات الله وكيلكم محمد كفيلكم ما كويت شي خلنشوف الموضوع خلنشوف تفاصيله وأيضاً ردود أفعال الناس أول خبر شي يقول أول خبر طبعاً أول خبر قبل يومين والخبر الثاني البارحة وفات 47 شخصاً في كينيا بعدما أقنعهم زعيم طائفتهم بالصوم حتى الموت للقاء يسوع هذا أول بارحة الخبر قبل يومين البارحة شي يقول البارحة يقول ارتفاع عدد وفيات الصوم لدخول الجنة ولقاء يسوع في كينيا إلى 89 شخص أنا ما أدرك كينيا سوما ملتهين ويا مصر يمكن بموضوع السد سد أليسو يمكن أو لا مو سد أليسو هو سد أليسو يمن بتركيا على دجلة ملتهين بسد اللي على نهر النيل ومشكلة وهذا وما يعالجون هاي المواضيع ولا يشوفون وين اتودي شلون أنا وشوفوا الناس شوفوا هذا رقم 56 هذا رقم 54 وهي الجتث وهي الناس وهي الناس اللي جاي لابسة كمامات إن هي قرية أو مدينة أجي ألقي القبض على هذا الرجل الديني اللي يحث الناس على قتل نفسهم هذا موضوع معقد جدا وأتمنى بالحلقة الجاية ما أجيب خبر وأقول ارتفاع عدد القتلى إلى 100 شخص أو فوق المئة أتمنى دعنا نشوف شنو كان كلام الناس حول هذا الموضوع زهرت الأوركيدة يقول الحمد لله على سلامة العقل والدين أما علي يقول شاء الزعيم ما يرد يلتقي بيسوع يصدق يعني الزعيم هذا اللي قناحهم ما يرد هو أيضا يلتقي بيسوع شو ليش يعني مثلا انتو هنا لا أفكراني هو يحثني أنه أموت زين ليش ما يموت هو تعليق آخر من محمد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام أبو حسيني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه الحمد لله على نعمة الإيمان هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الصوم حتى لقاء اليسوع في كينيا عند رجل دين يحث أتباعه أو أتباعه على الصيام حتى لقاء اليسوع ما أدروا والله على الماضي واحد يحتي يطبيها رأيي خلا نشوف موضوعنا الرابع والأخير في فقرة موضوع الرابع والأخير موضوع الرابع والأخير مطعم بأمريكا يحتوي على جزيئات من عام 1912 هاي الجزيئات ما لشنو بس تركز لـ 1912 أعتقد هو نفس العام اللي غرقت به تايتانيك مطعم أمريكي يؤكد أنه يستخدم الزيت ذاته منذ مئة عام لتحضير شطائر البورغر صار لـ 100 سنة من 1912 يقلي البورغر بنفس الزيت بنفس الزيت يقلي البورغر من 1912 يعني أوكي أكو نسبة يعني مثلا يتبخر يروح فهو يدير فوقها بس يتشمل بي نفسه يحتوي على جزيئات من عام 1912 هذا مطعم إنال الله وإنال يراجعون اسمه والخاب صين بالإنسانية والخاب صين بحقوق الإنسان وهو الزيت مالكه صار له من 1912 زيت الطعام وش يسوي بي؟ يقلي بي بورغر جيبال بورغر وتأكل الناس هو الزيت من خلي شوفكم الصور هاي الصور ايه هاي الصورة ظاهرة أمامكم هاي الصورة ظاهرة أمامكم وأيضا أكو صورة أخرى تعالوا شوفوها اللي هي هاي الطاوة مدرشي صحول هاي الصينية المدرشون اللي يقل بيها شوفوا الزيت اللي بيها شون السواد تارسة شوفوا ركز عزيزي المشاهد ركزوا بهذا الموضوع والله ما عدرشي حتش الواحد شي يقول شي يعلق من 1912 باع البورغر والله كارتاي كارتاي ما عدرش احتش والله ما عدرش احتش من 1912 يا مفلوك الله لا يوفقك هاي الناس شلون بيها والله ما عدر يجيك وحد يقول لك بلاد الإنسانية والرحمة بلاد المودة بلاد حقوق الإنسان يا حقوق الإنسان دباوة ما عدر والله ما عدرش شون يأكلون جزيئات من عام 1912 ما الدهن شوفوا الأكل ما شاء الله هذا فنقر هذا مو حطب هذا فنقر وهذا ستيك هاي الوجبات اللي قدمها بدي استشوفك اقباله بالمطعم ولي ورث عنك ولي ورث عنك ولي 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 هلا نشوف تعليقات المواطنين عرابي كينغ يقول تشذب شنو الزيت يجدد نفسه ما يخلص بالتقلا هذا تلقى يزيدة ما يبدل الزيت لا يزيد فوقها لذلك باقي على جزيئات من عام 1912 سيف الدين يقول هو هذا سر التميز والنكهة الطيبة هي تدلل سيوفة حبيب تدلل أحمد يقول لعدكم فرع بالفتحة السابعة يا الله تقبل يأكل البورقراية مناو وبجهة ينزل فلاح يقول مطعم الرائعون إنا لله وإنا إليه راجعون أخر تعليق من ماروان يقول سبحان الله طعم يجنن ماروان العفو ماروان لازم ماكل عنده هذا أبو 1912 شون عرف الطعم يجنن غير ماكل عنده ماكل بورقر عنده ماروان معقولة انت صاحي لحد الآن وما بيكشي معقولة يا ماروان انت صاحي لحد الآن وماكل من هذا البورقر طبعا هذا كان آخر تعليق مشاهدين الكرام بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع المطعم اللي من 1912 ما نبدل الزيت مات اللي يقلب به مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة الترند تيوب تخليكم ويانا لحد يروح بعيد موسيقى عدنا اليكم من جديد وعادة الفيديوهات اللي دائما ما تنرفزني اول فيديو اول فيديو عركة نرجع من جديد عركة بحديثة غرب الأنبار ما بين ناسي شي صارت بالإسلاح ومات واحد واثنين انصابه شوفوا الفيديو شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة الآSN بوكسياً وتشلق ما عدكم عركة تفضلها بكلة إلا بالسلاح طوب 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 ترى والله ما يصير هسه غير 2023 وراح نودعها النوب وراح تجينا 2024 شوية العقل لازم يتطور الفكر لازم يتطوّق هسه عمت عارق ويا واحد اختلف ويا واحد وكم شو وضربه بوكس بس مو طب طلع شنون؟ هي سهلة نملة ما نقدر نقتل إنه بنقتل إنه بشر يدكافي إلى وزارة الداخلية هذا الفيديو عدكم والأشخاص واضحين بالصورة والسيارات وعرقام السيارات هذا الفيديو في مدينة حديثة غرب الأنبار يجب إلقاء القبض على ذول الناس اللي قتلوا واحد مات واثنين انصابوا ما شاء الله طلع عبيدة المسدس طب شنون؟ هي تايه الوضع تايها حسان هناك شنون الموضوع؟ تايها هي والله ما أدري وين وين مدير الشرطة؟ قاد العمليات؟ النوم هاي الفيديوهات من تظهر للعلن وللناس ما نشوف بها تحقيق هذا قدامكم فيديو وزارة الداخلية يجب أنه تنظرون بهذا الفيديو لأنه والله تعبن بالقرآن ما بينحل خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو يقول ماجد حميد ناس شبعة خبز قام وتتحب المشاكل أم إيلاد تقول يا ستار إلى متى؟ يبقى السلاح سيد الموقف والإنسان هو الضحية والله يا أم إيلاد أنا هم أسأل علي كاظم يقول سلاح منفلت واستهتار مع الأسف لا حوله ولا قوة إلا بالله أما عبد الرحمن العراقي يقول في ظل وجود السلاح المنفلت وعدم سيطرة الدولة على الأفراد والسلاح ينتج قتلى وجرحه كل يوم وكل ساعة حسبي الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون هذا كان آخر تعليق بخصوص الفيديو الأول اللي ظهر أمامكم بالصورة فيديو الثاني الفيديو الثاني إجا بلاغ إجا بلاغ للإسعاف من شخص قالهم اللي حقولي مرتي مريضة وجايت عاني لما نوصلوا للبيت لقوا مرته عبارة عن دمية الععابة الععابة زين؟ وهو مجهش بالبكاء زين؟ لا يقدرون يقلوا للتا عم التا مخبال ويعفوا يرحون لا يسوي شي بنفسه لا يقدرون ما يعالجوها قدامه لا أهم يسوي شي بنفسه لو يسوي لهم شي أخذوها بالإسعاف وعود يعالجوها وهو يبتشي ويصور خلي نشوف الفيديو بإضافة الأقوى من هاي نحن يقولوهم يجبوهم لازم تعيشوها على مو ترجع للبيت لان قد نهى أطفال قد نهى أطفال قد نهى ثلاثة أطفال راحو للبيت ويقوا ثلاثة أعابات يقولهم والأطفال بحاجة إلى أمهم الأطفال بحاجة ولازم ترجعوها وتقوم وشوفها يعني هذا الشخص طبعا الشرطة فتحة تحقيق بهذا الموضوع طبعا هذا الفيديو بحدد دول أمريكا الشمالية على ما أعتقد أو أمريكا الجنوبية فتحوا تحقيق بهذا الموضوع و جايردون يعرفوا الموضوع عبارة عن شنو والله إلو بالعراق يابا أبو نسعافي كتله أبو المستشفى كتله انت شنو من هذا عقل شايل ويقولهم زوجتي متزوج للأعابة زين أدري شنو أحسن من ماكو لو النسوان ينقن غير نفتهم إحنا حتى تخلص من حتشيهن فهمنا تخلص من طلبات البيت جيب صمون جيب بيض جيب حليب ومدرشينه للجهال انت رايح جايب لك لعابة وثلاثة صغار وياهن ومتزوج تشينو الته لا وشوفو شون يبتش يقلوا وعالجوه الأطفال بالبيت ينتظرون أمهم يا أخي أنا أقتنع أنه أكو أشخاص مرضى نفسيين بس مو لدرجة يتزوج الأعاب لا ويخابر يعني يطلع تصوروا يطلع تليفوني يخابر الإسعاف تعالوا لحقولي ومرتي متخربطة يجوني يقول الأعابة أنا لو بالإسعاف لو أشتغل مسعف ويخابرني واحد يقولي زوجتي وجه أحرق الشارع حرق زين وأجأ لقاه الأعابة يعني ما ريد أقولكم الطوط يعني والراجديات اللي رح تشتغل عليها يعني بصراحة مستعد أعوف المهنة وأطلع بس أفوخ قلبي يعني أنا جايك ماشي سريع ومتفادي الحوادث ومتزارق بين السياء وجه أتقمرتك لعابة بعد الحلقة أنا أعرف شحشو ياك خلنا نشوف التعليقات ماذا كانت وخلي لهذا الأكسجين ويسعفون بها عمي كارثة هاي والله كارثة هاي كارثة أنا ورا ما أيست أو أنه أحب أحد هاي تقول يعني شنو راح تهمين تجيب لتش دمية لعابة هذا يريد يطش وما يعرف تقول هاي تقول ريا تقول يريد يطش وما يعرف أنه يقول للشماعية مباشرة هو ومرته هي مرت شعلي هي مرت لعابة كراري يقول لو بالعراق هاي سجن أربع رهاب شنو سجن أربع والله العظيم لو بالعراق خلي نشوف الفيديو اللي بعده خلي نشوف الفيديو اللي بعده هذا الفيديو وين هذا الفيديو باليابان باليابان ظهر فيديو لامرأة كام شاتله توثية حسب ما نسميه بالمصطلح الدار وتكسر بالروبوت تكسر الروبوت اش طلع الروبوت طلع ممرضة تنطي علاجه هاي الأمور زين والمرأة اش طلعت طلعت ممرضة يعني انبطليها لأن ما محتاجين لهم بعد لأن الروبوت هو يشتغل شوفوا سوت بالروبوت أقدم لكم باليابان استحدثوا روبوت على انه ممرضة ينطي علاج شد كانولة مدرشي صحولة تتناس يسموها كانولة وناس كانونة وناس يسموها كانولة كانونة شنو كانونة هس هي سمها كانولة احنا السهل نسميها كانولة بس كانونة شنو المهم مو موضوعنا ف هاي الممرضة الروبوت هي استحدثوها بمكان الممرضات البشر مكان الاشخاص هاي تقبل هاي امو الفلك تقبل راحت جابة لعودة مالبيسبول مدرتوثية ودق وعلى راسة ودق الحاج ما فلشته طبعا مثل ما تعرفون الروبوت بهيكي مواضيع يكون سعره غالي يعني مكلف لفت مدركة مليون دولار ماكو ماكو شي هين بالفلوس زين وهاي انقطع رزقها لذلك لجأت لهذا الموضوع بعديدي بعث سوت بي الراس على صفحة لدين الثرمين الشاشة راحت وكفت شبعتك تل العينتين تفضل عزيزي المشاهد تفضل يعني تفضل ويا استاذ صلاح يعني تفضل زين والله شوف وانا عدي رأي بهذا الموضوع هو صدق استاذ صلاح من يقل تفضل استاذ علاء يقل تفضل استاذ أنا أقول استاذ صلاح أنا عندي رأي بهذا الموضوع هسا هي صح قطعة ورزقها بس كان ممكن انه تروح تشتكي تروح تبحث عن رزق في مكان غير هذا المكان بس مود فالشي لتش جهاز روبوت مكلف الدولة مدره كم مليون دولار والله شنو قطع رزقي عم هاي كارثة ولو يعني والله يعني يجوز 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 حقها يعني يعني باتشرة اكبر روبوت يدخله بشغلات ما أدري يعني خليشوف التعليقات والله بل كتكو تعليق يفسر حالتها لهاي المرأة سعد يقول حقها لعد لو تيجي يمن وتلقى ماكو تعيين اللي تتخرج تسوي كلية تسوي تسوي صديق يتخرج علي يوسف يقول لعد هاي بعد كم سنة دق روبوتات اي هي بعد كم سنة تقام جايبت وثيتها وين ماكو روبوت طب 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 مفلشته ومخسر هاي تقاها بس جن بعد وين تلقاه اثنين دوت خمسة خمسة اي اي والله هو هاي يوزر يا أحب هو هاي يوزر هو هاي اسم يقول ما يجيبون روبوت عالعراق يعني بس سؤال هو انت يوزرك شو انت تتعامل ويا قلي شو تقل لبعد اخوك شو اللي كان ولي لو بعد اخوك ريد برا بيا فلاوين شو بقله الروبوت ينجح يعني بأماكن واماكن ما ينجح بها الروبوت يعني تجيبه بالعراق وين الروبوت ينجح بالعراق يا أخوي وين شو انت ريت نجح يعني الروبوت من ينقسر واصل واصل عبر لمدرج قيت ويصير لود عليه وهذا اللي يعيط وهذا اللي صيح بعدين الروبوت تعال قلي الروبوت ما يبي منا ومنا وفوتوا عمك وخالك وهذا ما يبي واصلات الروبوت ما يفيت الروبوت ما يبي واصلات مو خمسة آلاف بتجيبه عالجني قبل هذا الشسمي ما يبي الروبوت الروبوت في سرع لذلك ما ينجح بالعراق نوتو تقول لعد لو تجي عندنا شو تقول بدون روبوت وببيوتنا قاعدين آخر تعليق يقول هذا هو الذكاء الاصطناعي سوف يغزو العالم بأسره ويستغنون عن البشر وتقل الوظائف في البلدان مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم البرنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة أقولكم فيما الله